كيف يبدأ الفيلم دينا فوق الحرب الباردة بالاتحاد السوفيتي و امريكان في واحد المختبر للأسكر كانوا يديروا تجارب على شخص لترجع عندهم قوى خارقة و يديروا منهم جيش قوي ولكن وقعات تفرقية كبيرة وتفرقية على المختبر مور مسالات الحرب كان نشوف العسكر ديال روسيا وهما يديروا اختبار على الروبوتات اللي قادرت حرب لما يدخل فيها البشر ولكن شوية بدأت تهاجم في الدبابات والطيارات ديال الجيش وما بغتش تستجب الأوامر وبهذا الشي فقدوا السيطرة عليهم وفي الآخر هذا الروبوتات ضربت البناية ديال القيادة وما توقع العسكر اللي كانوا فيها وهنا بن واحد شكل دياله غريب وكل حديد بحل الروبوت وهو اللي كان يتحكم في هذه الروبوتات وخلهم يهجموا على الجيش ومنهم مسالة وخداهم ومشى وزارة الدفاع عرفت ماذا نوقع ودار الجيمة طريق على هذا الشيء الجنرال دولغوف قال لهم هذا اللي يخدر الروبوتات هو العالم اوغوست اللي يخدم في الأبحاث السرية اللي كان تكدر في الحرب الباردة وكان خدام على تقنيات تخلي الواحد يتحكم في الآلات من بعيد ولكن فشلها التجارب دياله ومنتموه هو حاقد على العالم فيكتور اللي كان معاه تهو ولكن العكس دياله الأبحاث ديال فيكتور ديما ناجحة من بعد اوغوست ترق واحد من الأبحاث ديال فيكتور ومشى كي يجربها على البشر ونفس الشيء وقع ما نجحتش له هذه التجريبة منين الجيش عرفوا بهذا الشيء قروا يشدوه ومشاول المختبر دياله ولكن ثم تفرقعات البلاصة ومنين ما القاوش حسبهم صافي رهمات ولكن هو كان مازال عايش وهرب من ثمه وبسبب المواد الكيموية اللي ترمو عليه في التفرقعات دخلوا الجسم دياله وتخلطهم على الجينات وتحول لهذا الشكل الشيء اللي خلاه ترجع عنده قوة خارقة ومن ثم قدر يطبق نتيجة البحث القديم دياله وهذا المرة نجح له ولا قادر يتحكم في الآلات وطبق هذا البحث على أربعة ديال الناس وحتى هما رجعت عندهم القوة ولكن من بعد غبروا معارفين عليهم موالو هنا الجنرال دولغوف طلب من واحدة اسميتها إيلينا كي يتكلف وتقلب على هذا الربعة في هذا الوقت مشى أوغوست للمخزن الجيش وتحكم في الآلات ديالهم اللي تموخدهم معاه أما إيلينا فكلفات الفارق ديالها باش يقلبوا على هذا الربعة قدر واحد من الفارق ديالها يلقى بلاصة واحد اسميته ولير فقالها الإيلينا وهذه الساعة مشات فين كاين هناك نشوف ولير خارج من واحد المبنى مهجور ثم يلقى إلينا كتسنا فيه قلت له كي يأتي مع هذا المقر ولكن هو لا يريد أن تعصب وبدأ يحرك في الحجر وقال لها أنا نسيت كل شيء الذي كان يوقع لي حال هادي ودابا عيش رعيد الغنم وصافي ما نقصني صدع ولكن غير سمعها بدأت أن أوغوست رجع بان لير قبل يمشي معها كي يساليه معه في بلاصة أخرى كنت نرى واحد سمية أخان وهو العضو الثاني من المجموعة كان وسط واحد السحراء وقالوا قدامه عصابة طنوبيل ديالهم هو تحرك جيتهم بسرعة البرق فقسم طنوبيل على جوج بالسيف العجيب دياله ومن بعد كمل على الباقي فرمش تعين وهنا خرج له لير وقالوا بلي أوغوست رجع عودبان ومحتاجينه كي يقضيوا عليه نمشي ودابا لسيبيريا كانوا ثلاثة ديال العسكر في الغابك يقلبوا على شي دار من يلقاوها؟ زاد واحد منهم بش يفتح ثم يطير في السماء بقوة كبيرة وهنا خرج لهم مستدئب من هذي قدر كمل عليهم هذا هو الثالث في المجموعة واسميته أرثوس وكيقدر يتحول الديب وهنا وصلوا عليه خان ولير وإيلينا اللي كيف شافته وقلت له دابا بقى غير واحد من بعد مشاولوا واحد السيرك وتما كانت العريضة كيسينيا كتقدم العرض ديالها في الآخر تلاحت في الماء وطلعت وهي غابرة وهذه هي القوة ديالها كتقدر تغبر إلى تقاصة بالماء من انكملت العرض ديالها دخلت البلاصة في انك تبدل وهنا دخلوا عليها حاول خاني يهدر معها ولكن لم أقلت عليه قاع حيث عندها مشكل في الداكرة ثم تدخل أرثوس وبقى معها حتى عقلت عليهم قال هاراني عارف ما كون السبب في المشكلة للداكرة ديالك وهو هنا بشيسالي ومعه ويتهنوم الشر دياله مرمى بشيك كاملين للمقر قالت لهم كيسينياب اللي عندها مشكل وهو أنها لا تكبرش الشيء اللي يجعلها تبقى تنقل من بلاصة لبلاصة فاش الناس تشك فيها وكيشوفوها ما كيبانش فيها العمر وهذه المشكلة يعنيوا من نحتال أخرين مش غير هي بوحدها جاء عندهم الجنرال دولغوف وقال لهم باللي قدروا يعرفوا البلاصة لأوغوست واللي كان في واحد المقر مع الجيش دياله اللي صوب وصلوا عليه الأبطال ديالنا واستغلت كيسينياب القدرة دياله وتحركت جهتهم حيث كانت شتاكت طيح ومن بعد هجموا على الجيش ديال أوغوست وكانت شي ساهل عليهم كل واحد خطموا القوة دياله حتى كانوا عليهم يكملوا ولكن قدروا يربطوخان وطيحوه وارسوصر لم يشبكة شدوه بها وكيسينياب قدروا يشوفوها بالأسلحة اللي كتقيس الأشياء الحرارة لأي واحد وقدروا يجمدوها أما لير القراس مواجه مع أوغوست بدأوا يتضربوا مع بعدياتهم وكل واحد يخدم قوته كاملة ثم قدر أوغوست يضرب لير ضربة قوية خلته يغيب من بعد مشال عند الحراس الأخرين اللي يشد هو ما قالوا ليه باللي ما غديش يديروا يديهم في الدوخ ويعرف يقتلهم ضحكوا وقال لهم كون كنت بغيين قتلكم كون درتها بكل سهولة وعطاهم نهار واحد يفكروا فيهم زيان من بعد خلاهم محبوسين ومشابش يوجد الجيش دياله اللي غدي يخرجهم وصلت القضية للأخبار وبدأ كل شي كيهضر على هذا المجهول اللي خارجه بغي يضمر العالم وفعلا أوغوست تحرك الجيش دياله وخرجه من المدينة وبدأ كيضرب فيها فهذا الوقت قدرت إلينا تصل لير والقاتو مازال طايح أما أوغوست تحرك الجيش دياله ومشى الجهس واحد البرج عالي وهنا كنشوف الجنرال دولغوف جا عنده شخصيا واللي أصلا كنمتافق معهم من الأول باش يقلب ليه على الحراس الخارقين وفي المقابل هو ما يضمرش المدينة ودهب أمور ما قدر يسلم ليه الحراس ناد هوك يقصف في المدينة أوغوست ما عجبوش الحال وبلا ما يعطلو قجوح تقتلو نمشيوا عند لير اللي اخدته إلينا باش يتعالج ومنين فاق قالها بلي شف حياته كلها قدام عينيه بالخايب والزوين اللي دازمنه من نهار تولد وهو ما كيهضره جا الدكتور فيكتور وعيط على إلينا باش يهضره مشا عندها وقالها غد نعود لكم من اللول هاتش كيف شوقع قالها منين كانوا فوقت الأبحث ديالهم هو أوغوست شاف البحث دياله ولقاه كيخطط لشي حاجة خطيرة واللي هي تحويل ديال ناس وتدمير العالم بيهم منين هو عرف هادش يعلم به باش يحبسوه ما يكملش تماهي سولاته واش يقدر لير يرجع القوته قالها باللي عنده علاج قادر يخليه قوام اللول من بعد خدات إلينا الفارق دياله ومشت في نحبس أوغوست الحراس قدرت تقتل الرجال اللي تموت خلال تحرات الأبطال ديالنا في نفس الوقت الدكتور فيكتور دخل عند لير وعطاه العلاج ومنين رجعت إلينا هي والحراس اللي ما قر سولها أرسوس على الدكتور فيكتور قال ثيه ركاين في المختبر وسولته على ما مهتم به وكي سول عليه قال هابل خايف مع الوقت ما يقدرش يرجع لطبيعته ويبقى مستدئب وقال هابل كان هو وكيسيني على علاقة ولكن بسبب هذا الشي داباره فاقد الدكتور وما عقلش عليه في هذا الوقت جاء أغوست حتى لعند فيكتور وكان باين ما زال حاقد عليه هذا الوقت كله قال له دابا صافره قريب نوصل لدك الشي اللي باغي والعالم كله سيعرفش كل العبقاري هنا وغير عطاه بالدهار تلقى الغاز الموميت في المختبر وخلاه يموت فيه نرجع دابا المقر إلينا فتحاج جمع مع الوزير ديال الدفاع اللي قال لها باللي وصلتهم إشارة من محطة فضائية مثل الحق واللي طاحت فيه الدين أوغوست واللي كيخلع في هذا الشي أن هذا المحطة قادرة تدمر قارة كلها والخاطر هي فاشق لهم واحد ضابط باللي الهدف ديال أوغوست هو يسيطر على الأقمار الصناعية كلها حيث بيها غد يتحكم في الألد ديال العالم كاملين وهذا الشي علش مشال هادك البرج وكيحاول منه يتحكم في الأقمار الصناعية وما كينحتاح للآخر من غير يواجهه الأبطال مع الجيش ديال إلينا إلينا مشات عند خان فلقاته كيفكر في الدنب اللي دار من قبل فشقة الخوه حي تحس بالغرور ديال القوة ودابا بكثرة منادم بغي حارب مع الفارق دياله ضد أوغوست موراها خداته إلينا هو وصحابه وعطاتهم اللباس الجديد والأسلحة اللي وجدت لهم وزارة الدفاع في الأول لقوا مشكل مع الأسلحة ولكن تدربوا عليها حتى يسيطروا عليها ويتقنوها موراها خرجوا للشارع باش يواجهوا أوغوست تلقى لهم الجيش دياله ولكن تحاربوا معهم حتى يغلبوهم وقضاوا على الجيش اللي كان محتل الشوارع ديال المدينة من بعد طلعوا فوق واحد المبناء باش يقلبوا عليه تماكنوا مازالين شوية من الجيش ديال أوغوست بدأوا يتيريوا فيهم ولكن تدخل خان ونقصوا من فوق واحد طيارة وعتق صحابه من بعد مشوا كامل البرج تحكموا العازل اللي ديروا أوغوست كيسينيا غامرات وزادت باش هي اللي تدمر العازل ومور منجحات قصدوا أوغوست في البرج بدأوا يتحاربوا معه وهذا المرة كانوا قوام اللي كان يعرف ولكن في الأخير قدر يطيحهم حيث يبقاه هو أقوي عليهم بزاف خان منين شاف الخطر قرب يصل لهم تعلق في الطيارة وهرب انتمهوا وياهم الوزير أمر باش يضربوا أوغوست بالصوارخ منين تلقوهم وقبل ما يوصلوا ليه قدر يتحكم فيهم وبعدهم عليه حتى تفرقوا في السماء ورجع يكمل المهمة دياله باش يتحكم في الأقمار الصناعية كل هذا العالم هنا الحرات شافوا كل شيء عاجز قدامه وقروا يرجعوا عنده إلينا قلت ليهم بالكين مجال ديال الطاقة قوي بزاف ويقدر يأخذهم وما يرجعوش منه هنا جاءتهم فكرة باش يوحدوا القيوة ديالهم كاملين مع بعضياتهم في الجسم ديال لير وفعلا قدروا يجمعوها وضربوا بها النهر اللي كان تحت البرج اللي فيه أوغوست وبكثرة القوات ديالهم تضمروا الأبرج اللي إحداهم وضمروا حتى أوغوست وطاحوا مرمس خفوعيا الأخبار بدأت تهدر على الخطر اللي مبقاش ضد العالم وإلينا قلت ليهم باللي كانوا هم أحسن فريق خدمت معاهم وكيسينيا فاجأت أرثوس باللي تفكرت كل شيء اللي كان بيناتهم وقرروا يكملوا مع بعديتهم كفريق واحد ضد أي خطر كيهدد العالم وهنا تسالة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر